جوزي جوميز تحس انه خلاص حط يده على الفرقة ممسك كل ادواته تمام الاحساس ده وصل لك وصل لي طبعا بس انا ممكن اول حاجة بسيطة تعليقا مع كلام دكتور خليفة اول حاجة تقريبا انه ساري واستخدم النضاي نفس الاستخدام في ماتشا ارتا سولور لو تفتكر الحاجات دي انه بيعرف يهاجم المساحة بيعرف تحرك في البلايند اريا بتاعت المدافعين بشكل كويس اللي هو فضار المدافعين بشكل كويس هدر كمان بشكل كويس اللقطة بتاعت جوميز نفسه لما تفعل معاه وسقفله دي الفرق اللي بيقولك فيه ده الفرق شغل المدرب وكوالة العيب يعني هنا وراج العمل اللي المدرب عمل عليه بس هي دي المشكلة ان ده الكوالة بتاع العيب اللي تحت يده فدي النقطة اللي انا حبيت علق عليها في النقطة دي جوميز حط يده على الفرقة خلينا اقولك فيه نقطة كده بسيطة جدا وساريه لما جيت زمالك لعب اثنين دابل بيفت ما نجدع باش الشكل بقى تحت كان تلاتة اربعة او خمسة ازاي اثنين لعيبة رقم ستة كان بيطلب منه بشكل معين بمعنى الكرة لما بتروح ناحية الشمال كان المفروض ان دونجا بيتحرك كينو هيخده الكرة بس هو دومي مش هيخده الكرة وبعدين بيبدأ تحرك لفوفا بيفضل مساحة عشان روئة ييجي يطلبه الكرة هنا روئة كان بيقوم بالدور كويس جدا بياخده الكرة بس مشكلة روئة في قراراته والكواليتي بتاع الكرارات نفسه نيجي الناحية التانية الناحية العكسية ناحية اللي مين كان مفروض روئة هو اللي بتحرك كدومي يصحب الضغط عليه ويجي دونجا من وراء بياخده الكرة في مساحة ولكن كان فيه مشكلة كبيرة جدا ان دونجا كان بيستخبه بشكل كبير جيه بعد كده حاب يستخدم حاب يشتغل على النقطة دي قاعد يدور في الكواليتي اللي عنده مفيش لحد ما اخترع نقطة ان فتوح يدخل في عمق الملعب جنب دونجا او جنب روئة في البداية كان بيستخدمه اكتر جنب روئة لان روئة كان شجاع كفاية انه يروح يطلب الكورة وياخدها رغم ان القرارات ما كانتش احسن حاجة كان دونجا لحد الماء ما بيحيرفش ينفذ القصة دي طيب جيه جميز هنا في الزمالك جميز مجورد ما جيه بدأنا نشوف ان عبدالله السعيد بيلعب ده بالبيفت الناس شايفة تأثير عبدالله مش هو عبدالله السعيد ده ولكن الحقيقة الناس كانت بتغفل عن نقطة مهمة جدا ان عبدالله بيلعب ستة جنب دونجا مش بيلعب تمانية ومش بيلعب عشرة فهنا التأثير بتاع عبدالله السعيد مش هو نفس التأثير اللي الناس مستنيها في التلت الاخير ده ليه لان الراجل كان بيدوره لحد يسهله مسألة الخروج بالكورة وده ظهر في التلت ماتشاط اول تلت ماتشاط لحد ماتش الاهلي اللي هو بتاع الدوري الناس كلها كانت عارفة ان الاهل هيبدأ يضغط على عبدالله السعيد عشان يحرمه من عملية الخروج والتدرق بالكورة بدأ عبدالله يسحب الضغط ويفضل دونجا النهاردة بقى جينا انت روحت هنا نهيلك ونفدرالية عندك مشكلة ما عندكش عبدالله السعيد ما عندكش ناصر ماه بس عندك احمد حمدي مشكلة احمد حمدي عن الاتنين التانين ان احمد حمدي ما بيستلمش بين الخطوط يعني خط الضغط الاولاني بيطلع يضغط على دونجا احمد حمدي عنده مشكلة انه مش بيعرف في ستلم منه الخطوط قوي فبيضطر يظهر ينزل تحت فانت هنا برضه فقد الحلقة او اللي يقدر يعمل لين كاب فدور على جزء مهم جدا اكتشفه او عمله في الموتش النهائي اللي هو احمد فتوح بيدخل في عمق الملعب النهاردة ممكن هتشوف الحالات دي اول حالة عندنا احمد فتوح نفس الاستخدام بتاعه ساريو مع احمد فتوح النهاردة بص الكرة فين شوف احمد فتوح هيبدأ يظهر فين هنا عبدالله السعيد شوف عبدالله السعيد ظهر هنا مين اللي راح هناك رافع ايده ده اللي بيطلب القرة احمد فتوح هو نفس القصة هنا استخدم احمد فتوح ديفندر عشان يسهل من عملية خروج القرة للزمالك وده جزء مهم جدا نستوب احمد فتوح واحد من اللعيبة اللي بتقدر تسكان كويس الجزء التقني عنده ممتاز جدا الاستلامات هيلة جدا حتى الاستلامات بدوران الجزء ده كمان هنكلم في نقطة قدام مع الوقت كمل 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 خلاص بس هنا الكرة تقريبا خلاص هتخلص هنا الكرة بس اللي انا عايز اقوله ان انت شوف خروج احمد فتوح بالكرة خلاك مشيت بالكرة اديه مشيت بالكرة كتير جدا هنا نفس القصة تقريبا احمد فتوح هو برضو اللي داخل في العمق عشان يطلب القرة الزمالك عنده مشكلة ان يخرج بالكرة هنا عبدالله السعيد على ضغط كبير هنا شوف برضو مين اللي تحرق العمق احمد فتوح شوف احمد فتوح بيوفر عليك وقت اديه في الخروج بالكرة هو عبدالله السعيد قدرت تخرج بالكرة بأسل طريقة ممكنة وبرضو بدأت تعمل الكرة الطريقة هنا جزء مهم جدا ان انت كجميز بدأت حطيت ايدك على الفرق بدأت تكتشف الكواليتي وتوظف الناس فماكنها اللي انت تقدر تستخدمها فيها هنرجع هنا بقى الكورت الجول معلش هنرجع عمل بداية معلش خالص ده نمط متكرر ستوب ده نمط متكرر اتكرر مع وساريو اتكرر مع فريرة وتكرر مع جميز النمط ده اللي هو استخدام سف الجزيري اما بيبدأ يطلبوا الكورة من روضها حركة وبيطلبها في التحرك على الاطراف حصل قبل كده مع فريرة في مطش الاهلي بس ممكن نشوف الجوندى الاولاني نفس القصة وهنا الجمال دايما في سف انه بيجري بالعرض بالزبط وزاكي جدا في الجارة بالعرض طيب نفس القصة بالزبط التحرك والسويتش مع انه عمر جابر اتأخر في التحرك للعمق شوية واضطر يقف هنا الكورة تمت على ثلاث مراح نفس الكورة تقررت تاني بس على الطرف التاني شوف هنا كورة ناصر ماد نفس الكورة لدكتور خليفة جابها بالزبط شوف هنا راجل برضو بتحرك السويتش بيحصل بيروح احمد زيزو بيروح في العمق ويجي نضاي يكمل نفس القصة بالزبط وبتحصل ليه سف الجزيري مميز في النقطة دي مش مميز في عمق الملعب قوي ليه ماشي ستوب قبل معلش ممكن نوقف ممكن نوقف ليه سف الجزيري مميز في النقطة دي لان الجزيري واحد من المهاجمين اللي مش بيعملوا كنترول بتاعه على القورة من مرة واحدة بيحتاج اكتر من لمسة علشان يبدأ يتحكم في القورة بتاعته فعشان كده هو الاستخدام الامثل واكتر حد بدأ يشتغل يستخدم سيف الجزيري في النقطة دي كان هو فيريرا هنشوف نفس القورة بالزبط في مطش الاهلي من سنتين في نهاية كاس مصر 2021 اللي كان فيه فيريرا نفس القورة بالزبط حمزة المسلوسي بياخدوا الكورة بنفس اللونج باس بيتحرق سيف الجزيري بيلي اتنين سنتر باكات وزيزو بيتحرق على طول في عمق المرعب عشان يعمل السوتش معاه ويسجل الجول تقريبا اللعبة مقررة وحصلت نفس الوقت مع وساريو بردو عظم عظم أسلام طيب ترجمة نانسي قنقر